حتى نرسمه في قلوب أبنائنا وأجيالنا القادمة أيها الأحبة لما نقبنا التاريخ ما رأينا أحدا من الشعراء والأدباء استطاع أن يرسم لنا صورة المصطفى كما رسمته البدوية في الصحراء أبدا نقب التاريخ لماذا لأمرين الأمر يجوز أن أقول الأمر لحركة المجاورة أو يجوز أن أستأنف كلاما جديدا فأقول الأمر الأول إن النبي فيه صفتان صفة جلال وصفة جمال بخلاف جمال يوسف فيوسف نال شطر الجمال ولكن الجمال كل ما حازه إلا سيد الوجود محمد ولذلك افتتنت نساء مصر بيوسف ولكن نساء العرب لم تفتتن بجمال المصطفى لأن جمال المصطفى كساه الله بالجلال والجمال والوقار يقول الإمام علي أريد أن أنظر إلى جبهته فتارة أستطيع أن أحدث وتارة أنظر إلى الأرض لأنني لا أستطيع أن أنظر إلى القمر المنير محمد رسول الله أيها الأحبة الأمر الثامي الرجل لا يجد وصف الرجل فقل لأذكى رجل في سوريا ولو صادقته ستين عاما أتستطيع أن ترسمني لا يستطيع مهما أوتي من الدماثة والألمعية مهما أوتي من العبقرية والحنكة والحكمة والحصافة والفصاحة ولكن الأنثى إذا التقيت معها ربع ساعة إذا كانت حرة وطحلة إذا كانت حصانا ورزانا وفارقتها بعد ربع ساعة تصفك من منبس شعرك إلى أخمص قدميك ولذلك البدوية رسمت لنا صورة النبي الهاشمي محمد واسمعوا وصفها من أفصح امرأة في التاريخ والله ما درست في شيكاغو ولا في أكتفرد وكمرج في لندن ولا في جامعة دمشق ولا في جامعات لبنان ولكن فطرة الصحراء ومدها عبر قبيلة طسم وعبيل وعاهل وجديس هو الذي جعلها ترسم صورة النبي المصطفى عندما هجر النبي ما هاجر بل هجر ارغم على الهجرة هجر فهاجر كما يهجر إخواننا العراقيون الآن أكثر من أربع مليون عراقي يهجرون فالهجرة بدأت من فلسطين والآن تنتهي بإخواننا العراقيين أيها الأحبة وكان مطاردا من قبل أربعين رجلا يمثلون أربعين قبيلة من قريش ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقر وكان النبي يمشي على ساحل جدة يجوز الوجهات فرأى خيمة أم معبد فأقبل إليها قائلا يا أمة الله أعطني شيئا من الصعاب أنا وأترابي جائعون فابتسمت العجوز وقالت يا رعاك الله اذهب إلى شيخ القبيلة هناك تجد القرى والسخاء والبذخ والعطاء عنده فأنا امرأة عجوز كبيرة في السن أبضني الذهر بنابه وأناخ علي بكلكله ومزقني بتطاوله وهذه السنة جدباه وصحراء الجزيرة العربية قاحلة لم تبقي لنا قيرا ولا قطميرا ولا قليلا ولا كثيرا وذهب زوجي أبو معبد إلى الصحراء يسوق أعنزا عجافا لا تبط الواحدة منهن بقطرة من النبن وخلف لي هذه الشاد التي لا تحلب قط أبدا فابتسم الحبيب محمد وقال يا أمة الله أعطني الإناء قالت يا رجل أقول لك لا تحلب قال أعطني الإناء وكفى تقول أعطيته الإناء فقلت له مسبك قال لها أنا عبد الله قالت له كلنا عبيد لله خبرني عن اسمك الحقيقي ما أخبرها لأنه مصارد من قبل أربعين قبيل يمثلهم أربعون رجلا بقيادة زعيم الجهالة العربية أبي جهلا عمر بن هيشات فالنبي كان يحارب من ثلاث قنوات قناة في مكة أطفأها في أول لقاء له يوم بدر وسحق براسنة الشرك والوتنية ولكن فجأ بقناتين في المدينة قناة بقيادة عبد الله بن سبا وهي موجودة وقناة أخرى وهي أخطر من فئة اليهود بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وهي موجودة في العالم العربي أيها الأحبة قال لها أنا عبد الله قالت له من أي القبائل من أي الأماكن قال لها أنا من ما النبيب تكفيه الإشارة فالنبي أخذ بالأسباب خاف إن بلغها وأخبرها عن اسمه أن تخبر قريشا فيطاردونه من هنا سلمته الكوب فأومأ إلى الشات وقال لها تعال يا أمس الله فجاءت الشات تشم قدميه الشريفتين وضع المصطفى يده على ضرتها وقال بسم الله فامتلأ ضرع الشات حليبا قال لها مكي امرأة وسميت مكة مكة نسبة للبدو قديمة كانوا يرعون البدن والابن يقولون مكة الفصيل ثدي أمه والله سماها مكة لما الشهر على ألفنة العرب القدامى قالت له أنت أولى بالشرب مني قال لها ساق القوم خادمهم نحن مدير المدرسة لا حول ولا قوة إلا بالله مدير مدرسة وإذا مرتقيت إلى مدير المؤسسة وهكذا من وإلى وعن وعلى فهنا قال ساق القوم خادمهم ومن الذي حل في خيمة أم معبد حل في خيمتها رجل وأي رجل إن القمر الذي يصطع في علياء السماء يستحي أن يباهي نور رسول الله يا أم معبد هذا محمد وهذا طاها وهذا يسين هذا بطل المعارك هذا سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وشرب أترابه وشرب النبي آخرهم وتوجه وأطلق ساقيه للريح شطر يسرب التي ستكون فيما بعد المدينة المنورة عند المتاء أقبل أبو معبد من رعي مر في سنة قاحلة قال لها يمرأ تركتك مصفرة الشدقين أرى شدقيك منورين وأرى حليبا ولا حلوب عندنا فخزت العربية رأسها وقالت يا أبا معبد أولا تعلم من الذي مر في خيمتنا قال لها من قالت له رجل مبارك قال لها صفيه لي كم رأته هو كان مطاردا كم أحدقت إذا ما أجمل المصطفى ما أحلى ما أبهى ما أصفاه ما أنقاه لماذا لا نعلم سيرته العطرة لأبنائنا على كل المستويات قال لها صفيه لي قالت يا أبا معبد يا أبا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه تجلى ولم تجلى ولم تزر به صعلة هو قسيم وسيم رأيته أزجة أقرن أحور أكحل في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه صطع وفي لحيته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سمى وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر كأن منطقة خرزات نظم ينحدر فهو أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر أنظروا الثلاثة وجهات وأحسنهم قد غصن بين غصنين له رفقاء إذا تكلم السمع لكلامه وإذا أمر ابتدروا لأمره فهو محفوظ محشود غير عابس ولا مفلد فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك أو تعلمين من هو قالت ومن هو قال لها هذا محمد هذا صاحب قريش هذا محمد فأصابت العجوزة قشعريرة وانتابها البكاء قالت تأسن لي وترحا لو علمت أن الذي حل فيه خيمتي هو محمد لذبحت له هذه الشاد إن أدركته لأدخل الندينة سيدي ما أحلاك ما أصفاك أدركت العربية بسليقتها وفطرتها أعظمتك وجمالك دون أن تعرفك هذا هو الجانب الخلقي أما الجانب العقلي والخلقي هذه الكلمة الرابعة في هذا النهار ولذلك عذرا أيها الأحبة في كل يوم ألقي أربع محاضرات زيادة على ذلك أدرس مادة العربية والإسلامية فبارك الله فيكم على استماعكم وعلى أدبكم وعلى تواضعكم أذنتم لي أن أتحدث في دقيقتين فقط الآن أعلمكم سأخرج هوية النبي لكم حتى تعلموها لأبنائكم وبنياتكم فأبناؤنا مساكين ومدرسونا في الثانويات والجامعات مساكين أقسموا بالله لا يعرفون هذا الذي سأقوله لكم هوية وثقافة النبي الذي تمتد من عبد الله إلى آدم وبكل فخر ومن آمنة إلى حواء وبكل فخر قولوا لأبنائكم هذا محمد يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانس ابن خزيمة ابن متركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ ابن شالخ ابن عابرة ابن فالغ ابن ناحور ابن يعرب ابن قهطان ابن سميدي ابن عازية ابن مبضاد ابن عمري ابن ارفخشيد ابن سام ابن نوح ابن ادريس ابن شيث ابن ادم هذه ثقافتكم تعلموها وعلموها حتى يعلم الاوروبيون اننا مثقفون ونحن نصدر الثقافة والحضارة للعالم اجمع